السلام عليكم اهلا وسهلا بكم معاكم محمد زيد ومرحبا بكم في درس او فيديو جديد في سلسلة باوربوينت بالعربي اللي في السلسلة هادي هنتعرفوا ان شاء الله او هنتعلموا طريق استخدام برنامج من ايكسوفت اوفيس باوربوينت اللي هو برنامج من برامج حزمة الاوفيس في الدرس هذا هنتعرفوا علي تقنية الاتحاد في البرنامج او كيف نستخدموا تقنية الاتحاد او نستفيدوا منها اتحاد بمعناها نفس المفهوم اللي كلنا نعرفوا المعنى الخاص بها يعني شكل او اكتر او حاجة او اكتر يتحدوا مع بعضهم يولوا كائن واحد لكن شن الفرق بينها وبين تقنية التجميع اللي تعرفنا عليها او تعلمناها في درس سابقة حنسابقوا تعرفنا كيف ناخدوا اكتر من شكل او اكتر من حاجة ونشكلوه مع بعضهم يولوا كائن واحد سابقوا تعرفنا عليها الشيء هو في تقنية التجميع لكن في اختلاف بين التجميع او الجروب او الاتحاد اللي هو يونيون يعني فيه فرق كبير بينهم حنشوفوا الفرق كيف مثلا نرجعوا نستخدموا التجميع بسرعة بسرعة نشوفوه يعني مثلا ناخدنا شكل اثنين ثلاثة سواء بعض على بعض او قرب على بعض بالنسبة للتجميع يعني مثلا نتجميع خدناهم هكي قدرناهم جروب جروب حاليا وكأننا كاين واحد بدو يعني نحركهم مع بعض نجي نلونهم نلونهم مع بعض لكن كان هذا هو مبعاد على بعض لكن كان قربناهم مثلا على بعض حاليا جاهد انين نقدر نكتشف ان هما جروب مع بعض يعني نحرك فيه مع بعض وكأننا شكل واحد لكن هما مش شكل واحد في الحقيقة لاننا نقعد نشبح فيه حدود يعني نقدر نكتشف ان هذا الدائرة وهذا الشكل مستطيل وهذا الشكل خلينا نقوله مستطيل يعني نقعد نقدر نكتشف الشيء هذا هنا الموضوع فرق في يونيون خلينا نجول الشكل اللي هما ثلاثة اللي هما عبارة عليه مع بعض كجروب ندروا انجروب حاليا كل واحد بروحة صح؟ في تقنية الاتحاد محتاجين انه هما يكونوا جميع بعض يعني انفروض يكونوا جميع بعض، مش femme بعد علي بعض لانهما حيولوا شكل واحد ولكن في الجروب يولوا كيان واحد يعني نقدروا نحركوه مع بعض لكن كل شكل قاعد خصائص نحطفه بعدها لنفسه يعني نقدر نعطيلي كل شكل خصائص بروحها ولكن وكل تانيي خصائص بروحها لكني نحركه مع بعض هيك فكرة الجروب لكن في يونيون الأمر مختلف فيونيون يبدو كلهم ليها نفس الخصائص يعني يكونوا جنب بعض ونحددوهم الثلاثة بعد ما حددناهم الثلاثة وضفناهم بطريقة طبيعية زي ما تعرفنا قبل من هوم من الاشكال الهناه او من انسرت نجولي انسرت شيبس شيبس عادي جدا حاليا احنا ينبو ندير تقنية الاتحاد الاتحاد كيف نضيف الاشكال اللي احنا حابين نديرو لهم يونين او اتحاد مع بعض وبعدين نمشوا لقائمة تنسيق او فورمات فورمات بالانجليزي او تنسيق بالعربي نلقوا في عندنا خيار اسمه ميرج شيبس نختاروا ميرج شيبس بعدين نديرو يونين او اتحاد حاليا نبدو شكل واحد حرفيا شكل واحد يعني حرفيا كيف نقروا نكتشفوا شي هذا انه ما فيش حدود دي اي شكل منهم توقع يعني الدائرة ماش عندها حدود اتخلطت او اجتمعت او التحمت مع المستطيل او المستطيل التاني كلهم التحموا مع بعض وحتى ام تنلونوهم شايب فل او ملء الشكل حيتلونه مع بعض ونقدروا نعطوهم اطار مع بعض مثلا نديرو شايب او اطلاين او اطار او حدود حدود الشكل ونعطوه ويت او الورض الخاص بي هلبا يعني قاعدين نتعاملوا معاو كأن الشكل واحد حرفيا توا التقنية هادي مفيدة وممتعة جدا بحيط انه تعطيك الامكانية او الفرصة انك تبتكر وتصنع اشكال مش موجودة من البرنامج يعني هادي فكرتنا فكرة ان الشخص يقدر يقدر يخدم او يصنع او يصمم برزنتيشنز او عروض مرئية من برنامج ميكشوفت افس بوربوينت يكونوا بحرافية او بابتكار عالي هلبة بحيط ان امتحد يشوفها تحسوا كأنه هو تستخدم برنامج مدفوع او بتكاليف يعني مش مجاني او شاف مصمم محترف حتى تقدر يصمم له البرزنتيشن هذا او متلا نخدم في الفوتوشوب باش تقدر يصمم له اشكال خارجية بعدين نضفوهم للبرزنتيشن هي هذه الفكرة اللي حتخلي الاشخاص اللي يشوف في البرزنتيشن متاعك يلهموا او يحسوا انه فيه هلبة شغل في البرزنتيشن هذه هي الفكرة الفكرة هي احنا محتاجينها من ان احنا ينبتكروا او نصنعوا اشكالنا الخاصة او اسلوب عرضنا الخاص من الاشكال احنا حنستفيدوا من الاشكال اللي يحطينهم لنا البرنامج او المتوفرين في الميكروسوفت اوفيس بوربوينت لكن مش هناخدوهم زي ما هما يعني مش هناخد دائرة ونحط فيها كلام وحناخد مستطيل وحنكتب فيه كلام وغيرها لا احنا حنشكلوا شكل خاص بنا زي ما احنا نبوه وبعدين نديروا فيه دابل كليك ونكتبوا فيه الكلام اللي احنا نبوه يعني هي الفكرة في الابداع والابتكار ممكن يكونش طبعا زي الشكل هادا نحنا ندرناه عشوائي لكن يعني يكون يكون يعني شكل انا حنستفيد منه خلينا نقوله وفي نفس الوقت هو فيه ممكن يكون لي ناحية تصميمية بس يعني مش شرط انه ننضيف فيه كلام او استخد ما لي غرض الكتابة او الشرح نفسه الفعلي ممكن استخد ما لي غرض تزيني بس مش اكتر اه ومن النقطة هادي ننتهي نقول بان الدرس او الفيديو هذا تم ان شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بيه وكان بسيط وحلو بالنسبة لكم ان شاء الله نتلاقوا في الدرس القادم وفي حالة انه في اي حاد منكم عند اي استفسار او اي ملاحظة او اي شيء حابين ندووا عليه او نحكوا عليه في درس قادم وممكن تكون او فعل يعني فيه غلط معين او او ملاحظة معين ممكن دي راحة نخلو الدروس او الجودة بتاع الدروس القادمة افضل ياري تحطوها في التعليقات اسف الفيديو او تراسلوني بتعليقاتكم على موقع توصيل الاجتماع الخاصة بيه اللي حتلقوا الروابط الخاصة بها في صندوق الوصف اسف الفيديو ان شاء الله نتلاقوا في درس القادم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة